أعلنت الولايات المتحدة أنها ستنشر قاذفات بي 52 وطائرات مقاتلة وطائرات للتزاود بالوقود بالإضافة إلى مدمرات بحرية في الشرق الأوسط وأوضحت وزارة الدفاع الأمريكي البنتاجون أن عملية النشر ستتم في الأشهر المقبلة وقال المتحدث باسم البنتاجون باتريك رايدر قال أنه إذا استغلت إيران هذه اللحظة لاستهداف أفراد أو مصالح عسكرية في المنطقة فإن الولايات المتحدة ستتخذ كل الإجراءات اللازمة